قال سعدة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن أكثر من 466 ألفا وخمسمائة أجنبي يعملون بالقطاع الخاص مقابل تسعة وثمانين ألفا وخمسمائة بحريني فقط حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وأوضح الوزير ردا على سؤال نيابي أن العمالة الأجنبية زادت بمعدل 5% مقابل 3% للعمالة البحرينية قياسا بالربع الأول لكن هذه النسبة تقل إذا ما تمت مقارنة الأرقام بالأعوام السابقة وأضاف أن معدلات النمو السنوية للعمالة البحرينية لعام 2015 انخفضت هي الأخرى مقارنة بسنوات الماضية وأشار إلى مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين الثاني خلال الفترة من 2014 إلى 2016 والذي يهدف لتوظيف عشرة آلاف باحث عن عمل ترجمة نانسي قنقر